تتصاعد حدة التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيث تشهد وطيرة القتال عبر الحدود تطورا ملحوظا استتحذيرات من نشوب صراع أقلمي أوسع والتي أصفرت مؤخرا عن مقتل القائد في حزب الله وسام طويل في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي لبنان وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي أعلن حزب الله استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شفعة مما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة وموقع حدب البستان الإسرائيلي فيما أعلنت تل أبيب أن صاروخا مضادا للدبابات أطلق في لبنان وانفجر في مستوطنة كرياتشمونة في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية أما خسائر حزب الله فتمثلت في مقتل 130 من عناصره في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للإعراب عن قلقها من تطورات الأحداث في المنطقة وتزايد مخاوف الإدارة الأمريكية من فتح إسرائيل جبهة قتال جديدة مع لبنان بعد أعلان الحكومة الإسرائيلية أنها ترى أن تبادل إطلاق النار المنتظم بين قواتها وحزب الله على طول الحدود أمر لا يمكن السكوت عليه وإنها قد تشن قريبا عملية عسكرية كبيرة في لبنان أبرز تصريحات القادة الإسرائيليين ما قاله وزير الدفاع يوآف جالنت عندما أشار بقوله نحن نفضل طريقة تسوية الدبلوماسية المتفق عليها لكننا نقترب من النقطة التي ستنقلب فيها الساعة الرملية على الدرب نفسه صار رئيس الأركان الإسرائيلي هيتسي هاليفي الذي قال إن إسرائيل ستعيد السكان إلى الشمال إما عن طريق الضغط على حزب الله وإما من خلال حرب أخرى